السلام عليكم يا احلى متتبعين ومرحبا بكم فيديو جديد مع مطبخ وصفاتي اليوم شاء الله غنحضر معكم رولي السردين بصراحة كي جلديد بزاف وصريحة تحترضيالو انا اكيدا اللي جربت السردين بهالطريقة هادي مستحيل تبقى تحضروه بالطرق العادية وكما تعودنا قبل ما امضو اي وصفة منصرش صلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد وضبخ عليكم مع المقادير وكيفية تحضير بسم الله على بركتي الله في الوصفة اليوم شاء الله غنحتاجوا فيها السردين يعني سمك سردين هنا يا كنوريكم الحبات ديال السردين يعني غنحتاجوا ان شاء الله للنوعية اللي كتكون غليضة شي شوية بحالي شكل يعني مش داك الحبات اللي كيكونوا رقاق مكلكم ديروه غير مصصد يعني بحالي شكل هدايا غير هو ما ديروش داك النوعية اللي كتكون رقيقة بزاف باشا كيها متعدبكمش في الخدمة المهم بالنسبة الكمية يعني الكمية ديال السردين غا نحتاجون جوش كيلو ديال السردين يعني ممكن لكم ديرو غير كيلو ولكن من الافضل ديروه كيال جوش كيلو باش كتجيك الوصفة يعني هي هديك وفي الاخير يعني كل واحد كيدير على حسب الكمية اللي غيستهلك يعني لو بغيت تديرو كيلو ديروه انا غنشارك معكم ان شاء الله المقادير ديال جوش كيلو اهنايا السردين ديالنا كنخلو لشوية ديال ما باشا كياداك البشر ديالو كيفزق وكان بدون النقيوات على شكل يعني كنحيدولوه كيالبشر ديالو ومبعد كنفرتوه اهنايا حبيت نشارك معاكم يعني هاد الوليدات اللي كيكونوا داخل السردين يعني كيكونوا كيا بيضين احت هما بصراحة كيكونوا لداد بزاف وكيكونوا كيفيهم واحد الماضاق اللي مميز المهم انا بصراحة يعني مش دائما كنحضرهم غير مرة 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 مني كبانو لها كيا كبار احت هما كنبغي يعني نحضر بها ما كيا يعني كنقليهم مع السماك ولا كنكمل بها من الوصفة هنا كما كتلاحظوا معي لك نسكي السردينة كبيرة كتلقاوا هاد الوليدات هادو كبار يعني بحالة شكل يعني كيبقى على حسب الحجم ديال السردينة يعني لكات كبيرة ولا صغيرة كما كتلاحظوا معي هادي السردينة كبيرة يعني كيكونوا الوليدات ديالا كبار وهادي صغيرة كذلك هنا بغيت نوريكم يعني بالنسبة لذلك الوليدات كنديرو غير نوعية اللي كتكون بيضاء يعني ما كنديروش دك نوعية اللي كتكون حمراء بحالي الشكل المهم يا حبائي هادي كتبقى مجرد ملاحظة حبيت نشاركة معكم يعني لا بغيت وكي تحضرهم حتى هما كيجي ولداد المهم بعد ما كننضفو السردين ديالنا كنغسله المرات تانية بالنسبة للسماك حاولوها كيا ما تغسلهش بزاف ديال المرات باشا كيك يبقى محافظ على المادق ديالو لان كترة الغسل ما كتخلهش يجي لديدي يعني عكس الدجاج بالنسبة للدجاج واخا كتغسله يعني عدة مرات ماشي مشكيل اما بالنسبة للسردين يعني حاولوها كيا ماكسيمو تغسله ثلاثة ديال المرات هاد المرحلة هادي كنحيدولو دك السنسور ولدك الحسك اللي كيكون داخل يعني كنحيدولو دك العظام ولدك السنسور اللي كيكون كبير ومن بعد كنجيبوها كيشي سكين وكنحاولو نحيدو دك الشوك اللي كيكونو مازالين في الجوانب لان السردين مازال طري اني كتتحيدولو السنسور ديالو مكيتحيدوش دك الحسك اللي في جوانب ديالو لهذا حاولو تنقيو السردين ديالكم مزيان بحالة شكل وكذلك كنحيدولو دك شويل ولا الديل وهدي هي السمكة ديالنا بالنسبة لدك الرويشة اللي كتكون اللور ما كنحيدوهاش باش كي السردينة ديالنا كتبقى محافظة على الشكل دياله باش كي ما ترتقش معكم وهاكا غندوزو ان شاء الله على الحبات ديالنا كام لين كننقيوهم هنايا بعد ما كننقيو السردين ديالنا كنخليوها على جناب وغندوز ان شاء الله باش نحضروا واحد الحشوان اللي سريعة في تحضر دياله وبصراحة كتجي لدي ده هنايا غا نحتاجو فيها يعني كل نوعية ديال الفلفل فانا درت يعني نص حبه في حالة كي الا كان عندكم غير نوع واحد ديال الفلفل يمكن لكم ديروا غير حبة كبيرة انا هنايا حبيت نديرها كيالوينات وانتم يعني كيبقى على حسب المتوفر كذلك واحد الحبة ديال البصل حتى هي كان قطعوها مكعبات مباشرة كانوضعو البصل ديالنا في مقلات وكانضيف له ثلاثة ديال ملاحك كبار ديال زيت الزيتون اللي يمكن لكم بطبيعة الحال تستبلوها بزيت نباتي شوية ديال الملح يعني كنتديرو الملاح اللي كتكفي الوصفة ديالنا وعلى شو علمت وسطة كنخليوه البصلحة كيتشحر وكنضيفو عليه داك الفلفل وفتا بلغان ديال ربع معلقة صغيرة ديال الفلفل اسود كذلك بالنسبة سكنجبيل ولا الزنجبيل وشوية ديال البودرة ديال التوم وكنشحرو الخضرة ديالنا يعني في حالتك كي لما توفرتوش على البودرة ديال التوم لما تديرو التومة تريف هاد المرحلة هادية بصراحة كتجين الجهداء من بعد ما كتشحر الخضر ديالنا كنضيفو علي هاداك الوليدات ديال السمك بحالة الشكل يعني كنحاولوك ينضفوهم زيان باش ما يبقاش فيهم داك الكحولية ومباشرة غنوضع عليهم واحد الحبة ديال الجازار ليسلقته في شوية ديال الما والميلح وكنخلي واحد كتب نصطيبة كذلك واحد الكاس ديال الجلبانة حتى هو سلقتو المهم بالنسبة النوعية ديال الخضر كتديرو اللي متوفر عندكم هنا كنحركو غير شي شوية ومباشرة كنوضعو واحد الكاس ديال اروز لي حتى هو سلقتو في شوية ديال الما وخليتوه حتى طعب من الافضل استخدمو الرز الغلاسي يعني الرز الصلب لان الرز العادي بصراحة كيتعجن هنا مباشرة غير كنحركو كنطفيو على الحشوة ديالنا في هذا المرحلة هادي غنضوزو نحضرو التتبيلة اللي غنحتاج فيها واحد جوجيا اللي ملاعق كبار ديال البقدونس خليط ما بين القصبر والبقدونس واحد الاربع ديال فوسوس ديال التوم ملعقة الصغيرة ديال كامون كذلك بالنسبة للقصبر حبوب مطحون والتحميرة اللي هي البابريكا الحار كيبقى على حسب الضوغ شوية ديال فلفل اسواد اللي هو الابزار كذلك بالنسبة لسكنجبير والكركم يعني بالنسبة لها التوابل هادو مكان كتروش والملاحة بطبيعة الحال كيبقى على حسب الضوغ وملعقة كبيرة ديال العصر ديال الحامض وكذلك جوجيا الملاعق كبار ديال زيت الزيتون وهكا التتبيلة ديالنا تكون صفحات جاهزة فال المرحلة هادية غنحتاجو الورق ديال الطبخ يعني ضروري تستخدمو الورق فال الوصفة هادي باشا كي تلفو السردين ديالكم كنوضعو السردينة ديالنا الليولة وبالنسبة للتانية كنوضعو يعني تقريبا نص ديالة على السردينة اللي وضعناها قبلها يعني ضروري حاولو هكا يا اه تضبطو شغل ديالكم فال المرحلة هادي باشا كي مني تجو تلفو السردين ديالكم ما يتحلش معاكم يعني هكا كنصدفو سطر الول وبنسبة للسطر التاني الجهة الفقانية كنديروها عالية شوية يعني الاطرفات ديال السمك وكنمشيوه بنفس طريقة يعني دائما كتخليوها كواحد المسافة ديال السردين محطوطة على بعضها باش هكا يا مني تلفو السردين ديالكم ما يتحلش معاكم انتمنى ان شاء الله يكون الشرح هو هادك اهنا يا كنحاولو اكي انبسطو السردين ديالنا كي غرب اليد باش هكي كنتأكدو باني الحبات موضعان على بعضا بشكل جيد كنجيوه تتبيلا ديالنا وكنتبلو السردين بحال هاتشكل ومن بعد كنوضع الحشوة ديالنا اللي كتكون خفضة الحرارة ديالي يعني ما خصاش تكون سخونة كنحاولوها كنقضوها بليد ديالنا بحال هاتشكل كنبسطوها مزيان بليد ديالنا بحال هاتشكل باش هكا يا كتلسق في دك سمك السردين وبني كنجوه اللفوها كتلف معنا هنا يا كنجيوه واحد جوج ديال القطع ديالوراق وكنوضعها في الاسفل باش هكا يا غنكمل فيهم الل وبعد كنبدأ اللف بحال هاتشكل اهنا يا كنحاول نوريكم يعني كل مرة كنلف وكنحايد الورق وكنرجع اللف مرة اخرى يعني باش هكا يا الورق ما يتجمع ليش مع السردين بحال هاتشكل حاولوها كامني تكونو كتلويو ولا كتلفو زيرو اليد ديالكم يعني ما يكونش اليد ديالكم مرحوف باش هكا يا السردين ما يتحلش معاكم وكنجيبو دك الوريقات اللي يبقاو وكلفو فيهم بحال هاتشكل هدايا وضب ان شاء الله مباشرة غنضخلو السردين ديالنا الفران كنحطوه في الجيهة الفقنية بحيط كتكون نرمى لتحت. العلي شو عليا اللي كتكون مجهده شي شوية كنخليه ثلاثين دقيقة. وهنا يا غنجيبو وغنوريه لكم بعد ما مرت ثلاثين دقيقة. كنحاولوه كنفروا عليه ذاك الوراق بحالي الشكل. وكنخليه غير واحد القطعات ديه الوراق اللي كتكون منا السماك بحالي الشكل هدايا. وده بان شاء الله غنردو الفران دائما في الجيهة الفقنية. فهذا المرحلة هادي غنشعلو من اللي تحتو من الفق باش هكيا كيتحمر معنا بجواني بجوج ومن يكيتحمر كنخرجوهم الفران وكنحايدو ذاك القطعات ديه الوراق بحالي الشكل. ومباشرة كنقدمو السردين ديه النو هو سخون فهذا المرحلة هادي حاولو استخدموشي سكين يكون ماضي. باش هكيا يحرف معكم وما يخسرش معكم الحربول ديه السماك. وبنسبة لطريقة ديه التقديم يا احبائي كتبقى لحسب الدوق ديه لكم فانا قدمتو بها الطريقة هادي. وبنسبة للروز بقالي شي شوية ديه الروز درتوها كياه في الواسط. وبصراحة بالنسبة للسردين دينا فهو كيجي قمة في الروعاء لا في الشكل ولا في الماضاق. بصراحة كيجي لديد بزاف وانا اكيدا اللي جربته غتبقوا دائما تحضروه في هالطريقة هادي. بقالي الا لمدعكم تلقى ان شاء الله في فيديو اخر وصفة تانية مع السلامة.